مرحبا وضحياتي للجميع اسمه الكامل هو أنيسيوس مانيليوس سيفيرينوس بوثيوس طبعا اسم طويل وصعب نسبيا أنيسيوس مانيليوس سيفيرينوس بوثيوس وهو فيلسوف ولهوتي وعالم وسياسي روماني قريب من المدرسة الرواقية الفلسفية طبعا المدرسة الرواقية التي ترى في الفلسفة طريقة في الحياة ووسيلة لعيش حياة هادئة متزنة أو فاضلة وتحت أي ظرف كان وفي الواقع هذا ما قام به بوثيوس أبدا هذا ما قام به بوثيوس الذي تخيل ألف أهم كتاب له على الإطلاق وكان في داخل السجن لا بل كان ينتظر تنفيذ حكم الأعدام بحقه كما أن لهذا الرجل بوثيوس بوثيوس فضل كبير في نقل أعمال أفلاطون وأرسطو إلى اللغة اليونانية في وقت كان هناك خطر ضياع هذه الأعمال بشكل أو بآخر وأيضا ورغم قلة أوقات الفراغ لديه إلا أنه كان كاتب غزير الإنتاج وبوثيوس من موليد سنة 480 ميلادية وتوفي في سنة 524 ميلادية أيضا في الواقع ولد لعائلة أورستقراطية معروفة ذات مكانة وتعلق بالفلسفة منذ صغره وتسلم بعد ذلك في حياته أدت مناصب مهمة أدت مناصب سياسية كمثل قنص العام ورئيس محكمة وحتى أنه عين لفترة رئيسا للحكومة وفي الواقع كانت حياة بوثيوس مزيجا من الحظ السيء والجيد فإن كانت الدنيا كما يقال تبسمت له في المراحل الأولى من حياته إلا أنها كما سنرى عادت وجرعته الذل والألام والمهانة والامتهان فبعد العز والمناصب الرسمية سيتهم بوثيوس بخيانة الإمبراطور وابتالي سيزج به في غياه بالسجن وبقي بوثيوس في السجن إلى أن صدر بحقي حكم بالأعدام لكن قبل ذلك عذب بشطة الطرق المعروفة والغير معروفة معنويا وجسديا على حد سواء طبعا قبل أن ينفذ به حكم الأعدام وأتخيلوا بأي طريقة أعدم بوثيوس أعدم بالضرب المبرح ضربوه حتى الموت رغم أنه ظل ثابتا على موقفه من حيث نفي التهمة التي وجهت إليه لكن لم يصدقه أحد فكان أن أعدم ضربا أو بالضرب المبرح حتى الموت طيب عندما كان بوثيوس في السجن واسودت الدنيا من حوله وفي وجهه وكان ينتظر حكم الأعدام وكان تحت التعذيب القاسي جدا فهنا سيؤلف بوثيوس كتاب في الواقع سيصبح بعد موته واحد من أكثر الكتب رواجا في العصور الوصلة وأيضا سيكون كتاب صاحب تأثير كبير في فكر عصر النهضة وفي الفكر الغربي بشكل عام والكتاب هو كتاب عزاء الفلسفة الكتاب بعنوان عزاء الفلسفة وفي الكتاب يجري بوثيوس حوار حوار متخيل مع الفلسفة يحاور الفلسفة التي تصورها أو تخيلها على شكل امرأة وسمها السيدة فلسفة وسيدور طبعا هذا الحوار مع السيدة فلسفة حول مواضيع كثيرة ومهمة جدا كمثل الحياة والموت والإله والسعادة والوطن والحظ والقدر والحرية والخير والأخلاق والطبيعة وطبعا مشكلة الشر وغيرها من مواضيع فلسفية أساسية ويبدأ الكتاب بتصوير حالة بوثيوس في السجن فنراه وحيدا في زنزانته وهو في حالة من اليأس حالة من الهم والغم والأسف طبعا للحال الذي وصل إليه بعد العز والمكانة وجهة وبينما هو كذلك فجأة يلتفت بوثيوس وإذ بامرأة موجودة معه في داخل الزنزانة وكانت تنظر إليه مباشرة وكانت تحمل صولجانا كبيرا بيد وكتاب باليد الآخر وبعدها عرفت عن نفسها فقالت بأنها سيدة فلسفة وقد جاءت إلى هنا إلى داخل الزنزانة لتذكر بوثيوس بالطريقة التي يجب عليه أن يتصرف بها في مواجهة كل ما حل به سابقا وفي مواجهة مهوى قادم وفي مواجهة طبعا موته القادم لا محالة وهكذا تبدأ سيدة فلسفة بإزداء النصائح تلو الأخرى لبوثيوس الذي كان طبعا يناقشها في كل شاردة وواردة حتى يقتنع منها وطبعا هو مقتنع مقتنع بسيدة فلسفة من الأساس لكن أراد أن يقدم أفكاره من خلال هذا الحوار المتخيل مع السيدة فلسفة فمثلا سنرى السيدة فلسفة ستتعجب من كون بوثيوس متفاجئ من أن الدنيا أشاحت بوجهها عنه وأن الحظ عبس في وجهه صح التعبير فأتقول له لا تتفاجأ يا بوثيوس طبعا بما معناه هنا قالت له لا تتفاجأ لماذا أنت متفاجئ هذه هي الحياة هذه هي الدنيا هذا هو القدر هذه هي طبيعة الحظ هذا هو الحظ الحظ متقلب لا يثبت على حال الدنيا متقلبة الدنيا كمثل دولاب لا يتوقف أبدا عن الدوران مرة فوق مرة تحت مرة فوق مرة تحت ولا ضمانة لأحد في مواجهة الحظ والدنيا الدنيا دوارة الدنيا دوارة الغني قد يصبح فجأة فقير ربما حتى في يوم واحد وبالمقابل الفقير قد يصبح غني السعادة قد تنقلب إلى حزن عميق جدا والحزن قد يتحول إلى سعادة مبهجة الملك المهاب قد تدور عليه الأيام ويصبح طريد أو أسير وسجين لدى حتى خدمه وحتى حراسه العز قد ينقلب إلى ذل والمكان إلى مهانة والعجل الصحيح طبعا فالدنيا دوارة لا أمان لها ولا أمان للحظ والقدر فبدا لا أمان للحظ والقدر وللدنيا كل شيء معلق بعجلة الحظ التي تدور وتدور وتدور فترفع معها في دورانها من ترفع وتسقط معها من تسقط وهكذا تجري الأمور منذ أن وجدت الدنيا منذ أن وجدت الدنيا أو منذ أن وجد الإنسان في الدنيا لا شيء يبقى على حاله لا شيء يدوم على حاله فتقبل الأمر يا بوثيوس طالما أنه خارج عن سيطرتك هذه المعرفة قد تخفف عنك كي لا تستمر في لعن الأقدار والحظ والدنيا هذه الدنيا منذ أن وجدت تدور وتدور ونحن معها ندور هذه طبيعة الأمور هكذا تسير الحياة هكذا تسير الدنيا هكذا تبقى تتقلب من حال إلى حال وليس هناك أي ضمان لأي إنسان كائنا من كان في مواجهة الحظ والقدر سواء كان فقيرا أو غنيا عبدا أو سيدا ملكا أو خفيرا لا ضمان لأحد فإن تكن محظوظا اليوم فهذا لا يعني أنك ستكون دائما كذلك في المستقبل وإن عاندك الحظ اليوم أيضا هذا لا يعني أنه سيبقى يعاندك دائما وأبدا في المستقبل لا كل شيء يتغير لا شيء يبقى على حاله أبدا فإن اقتنعت يا سيد بوثيوس بما أقول لك فقد يشكل هذا الأمر عزاء في مكان ما قد تشكل هذه المعرفة عزاء هذا والطرياق والعزاء الذي قدمته السيدة فلسفة لبوثيوس في حالته البائسة تلك طبعا محاولة أن تخرجه من الحالة النفسية السيئة جدا التي كان عليها لكن في الواقع السيدة فلسفة لن تقفون لا أبدا ستكمل وستبين له كم أن البشر أغبياء كم أن البشر أغبياء عندما يربطون حياتهم وسعادتهم بشيء متغير متقلب بشيء غدار لا أمان له هل هناك أغبة من هذا التصرف أنك تعلم أن هناك شيء غدار لا أمان له ومع ذلك تربط كل حياتك وكل سعادتك بهذا الشيء فأتحاول أن تبين له على شيء متغير على شيء متبدل على شيء غدار على شيء لا أمان له على شيء خارج عن كل سيطرة على شيء لا سيطرة للإنسان عليهم لا السعادة لا تأتي من هنا وإنما السعادة تأتي من داخل الإنسان السعادة موجودة في داخل الإنسان تأتي من داخل الإنسان تأتي من الأشياء أو تتأتى من الأشياء التي يمكن للإنسان أن يسيطر عليها بالفعل من الأشياء التي لا سلطان للحظ عليها وطبعا المقصود هنا هو موقف الإنسان الداخلي هذا الموقف الحر من كل ما يحدث معه في حياته المقصود هو الطريقة التي نفكر بها حول أي موضوع أو قضية أو مشكلة تواجهنا في حياتنا فهذا الموقف يعبر عن حرية الداخلية التي لا سلطان لأحد عليها غير نفسي أنا حر نفسي حتى لو كنت عبدا مغلولا بالأصفاض أنا حر في أن أتخذ الموقف الداخلي الذي أريد من أي ظرف خارجي حتى لو كان مهيمنا أستطيع أن أجعل من الحبة قبة يعني كما يقال في المثل الشعبي لكن أيضا أستطيع أن أجعل من القبة حبة أستطيع أن أعظم الأمور وأستطيع أن أبسطها أستطيع أن ألعن الأقدار ألف مرة في اليوم والليلة وأن ألعن الحظ مليون مرة وبليون مرة لكن هذا في الواقع لن يغير في الأمر شيء أبدا ما حدث حدث وهو خارج عن إرادتي وعن سيطرتي فلماذا لا أحاول أن أتقبل الأمر لأحافظ على هدوئي على اتزاني لماذا لا أحاول أن أسير مع الدنيا كما تسير طالما أنني مقتنع وأدرك بأن كل ما في الدنيا هو خارج عن إرادتي فلماذا لا أحافظ على هدوئي على اتزاني وحتى على سعادتي لأن السعادة في الواقع هي حالة ذهنية في المقام الأول ليست شيء مادي وإنما هي حالة ذهنية يقررها الإنسان ويتحكم بها داخليا وليست حالة مادية ليست حالة موضوعية موجودة في العالم المحيط بنا أبدا هي حالة ذهنية أنا أستطيع أن أتحكم بها أستطيع أن أكون سعيدا أو لا أستطيع أن أتقبل أي أمر أو أن أعظم أي أمر بالمقابل فكما تنصح السيدة فلسفة حاول أن تتقبل تقلبات القدر والزمن والحياة طالما أنك لست المتحكم بها بكل بساطة حاول أن تتقبل كل تقلبات الدنيا طالما لا سلطان لك عليها فقدت إنسان عزيز عليك مات إنسان عزيز عليك صحيح هذا أمر مؤلم جدا لكن تستطيع أن أن تفكر بالأمر من زاوية ثانية وابتلي تستطيع أن تغير الموقف الداخلي لديك تجاه هذا الأمر المحزن والمؤلم فمات إنسان عزيز عليك طيب لأتذكر أن كل الناس في نهاية الأمر ستموت وهذا العزيز ليس باستثناء أبدا أنا سأموت والجميع سيموت كل الناس ستموت حاول أن تعزي نفسك بأنك عشت مع هذا الإنسان مقدار من الزمن طيب كان من الممكن أن يكون أقل فلماذا لا نتقبل حقيقة أنه مات الآن وكان يمكن أن يموت قبل ذلك بكثير وابتلي أن أحاول أن أفكر بأنني عشت مع هذا الإنسان مقدار من الزمن كان يمكن أن يكون أقل بكثير ولي نفكر بأن هذا الإنسان ما طيب كل الناس ستموت أين الأباء أين الأجداد أين الأصحاب أين كل تلك الأجيال التي تعاقبت على هذا المكان بالتحديد أو على الحياة أو على الأرض طيب اليوم أنت في السجن يا بوثيوس طبعا أنا أتحدث بلسان حال السيدة فلسفة وصدقوني يعني من دون أن أدري تقمص الشخصية فكما رأينا كما رأينا تحاول السيدة فلسفة أن تقول لي بوثيوس في تلك الحالة البائسة بأنك وإن كنت غير قادر على التحكم بكل ما يجري من حولك إلا أنك قادر على التحكم بموقفك الداخلي من كل ما يجري أنت فقط من يستطيع أن يجعل من حياته حياة سهلة أو أن يجعل منها حياة معقدة أو صعبة فحاول أن تفكر بطريقة أخرى أنت حر في تفكيرك في موقفك أنت حر في داخلك حتى لو كنت مغللا بالأصفاض أبدا ففكر أنك اليوم في السجن لكن كنت يا بوثيوس في يوم من الأيام كنت إنسانا حرا كنت حر كنت غني صاحب ثروة صاحب مكانة أخذت نصيب من الدنيا بشكل أو بآخر في حين أن هناك من يولد ليشقى ويتعذب وليقاص الأمرين وليموت بعدها من دون أن يرى ولو يوم راحة واحد في حياته فكر في الأمر من هذه الزاوية وكن ممتنا للفترة التي عشت فيها غنيا وكنت فيها صاحب مكانة ونفوذ وسلطة فكر في أن السعادة الحقة ليست في الأشياء الزائلة ليست في الشباب ليست في الجسد القوي النظر طبعا لأن الشباب سيذهب والجسد سيتراهل سيذبل فكر في أن السعادة الحقة ليست في الثروة لأنها أيضا زائلة ولا حتى في المنصب لأنه زائل فاليوم أنت غني وغدا قد تكون فقير اليوم أنت وزير وغدا إنسان عادي ربما وهكذا السلطة لا تدوم لأحد كما يقال لو دامت لغيرك لما وصلت إليك فكر في أن في أنه حتى هذه الحياة فكر في أن الحياة الحياة في ذاتها زائلة وستنتهي في يوم ما لا محالة بالموت فارضى بالقدر يا بوثيوس حاول أن تعيش متزنا وراضيا قدر الإمكان لأن لا خيار آخر أمامك أبدا الإنسان في مواجهة الدنيا والقدر والحظ كمثل الريشة في مهب الرياح لا حول له ولا قوة أبدا وكل من سيتوهم بأنه قادر على مصارعة الحظ ومقارعة القدر سيكون إنسان واهم إنسان يعيش منفصل عن الواقع فمن سيتوهم بأنه قادر على مصارعة القدر لا سيركعه القدر على ركبتيه في نهاية المطاف لبل سيصرعه بالضرب القاضي فكر يا بوثيوس أن المال والسلطة والمكان الرفيعة لا قيمة لكل هذه الأشياء أبدا لا قيمة لها في عين الإنسان الحكيم في عين الإنسان الحكيم لأنه يعلم علم اليقين بأنها أشياء زائلة قد نمتلكها لفترة ثم قد نفقدها لأي سبب وبالتالي فالإنسان الحكيم لا يجب أن يبني سعادته على سعادته على أرضية رخوة أنصح التعبير على قاعدة هشة كهذه لا بل الإنسان الحكيم بل الإنسان الحكيم يجب أن يشيد السعادة على أرضية صلبة ثابتة على شيء لا يمكن أن يخسره أبدا وطبعا هذه الأرضية الصلبة تتمثل في المعرفة في المعرفة في العلم في الفكر في المعرفة في العلم في الفكر في الفلسفة في الخير في الإرادة الداخلية الحرة والطيبة وفي خيرية الإله أيضا هذه الأشياء التي تعطي للإنسان القيمة والسعادة الحقة هذه الأشياء يا بوثيوس اسمعني جيدا هذه هي الأشياء التي لا تزول لا تختار بالمال بالسلطة بالمنصب ولا بأي شيء لأن السعادة الحقة موجودة في العلم في المعرفة في الفكر في الحياة الأصيلة في الخير في إرادة الإنسان الداخلية الحرة في الطيبة في الإيمان بالله هذه الأشياء التي تعطي القيمة والسعادة الحقة للإنسان لأنها كما قلت باقية لا تزول لأنها مزروعة في داخل الإنسان وابتالي لا يمكن لأحد أن يسلبها من هذا الإنسان مزروعة في داخلنا ولا يمكن لأحد أن يسلبها مننا عدى ذلك كل شيء زائل كل شيء سينتهي كل شيء له مقدار وسينفذ في نهاية الأمر المال الثروة وكل الرغبات زائلة وستذهب وستذهب لكن لكن المعرفة نور باقم في داخلي الشباب سيذبل لكن الحكمة تجوهر إن صح التعبير وجودي ونفسي المنصب زائل لكن إنسانيتي وحبي للخير يفعم إحساسي ويقوي شخصيتي وعزيمتي الحرية قد تسلب مني قهرا لكن إحساسي الداخلي بأني حر إحساسي الداخلي بأني حر لا يمكن أن يسلبه أحد مني أبدا لا أحد في هذا العالم يستطيع سلب حرية الداخلية أنا أشعر أني حر حتى لو كنت عبدا إلى هذه الدرجة الناس ساخطة علي لكن ما همني ما همني إن كنت قد ربحت نفسي وربحت رضا الله بشكل أو بآخر وإن كان لا حللي ولا قوة في رد كل ما نزل بي من مصائب لأنها توجد طبعا خارج من جال تحكمي فما هو مهم أكثر هو موقفي أنا منها موقفي أنا منها وهذا عمر يمكنني التحكم به لأنه طبعا يقع داخل دائرة نفوذي إن كنت لا أستطيع التأثير في الأشياء الخارجية لكن أستطيع أن أملك السلطة على داخلي أستطيع أن أتحكم بموقف الداخلي لأنه يقع داخل دائرة نفوذي واختياري هذا ما تعلمنا سيدة فلسفة أو بالأحرى هذا ما يعلمنا إياه بوثيوس هذا ما تعلمنا إياه أيضا المدرسة الرواقية وهذا هو عزاء الفلسفة هذا هو عزاء بوثيوس في داخل السجن وهو ينتظر حكم الإعدام هذا هو عزاء الفلسفة هذه الفلسفة التي لا تعهد الإنسان بالثروات أو بالمناصب أو بمتع وسعادة لا على العكس تماما ربما تعده بشقاء التفكير وبألم المعرفة الزائدة عن الحد لكن هذا هو العزاء في نهاية الأمر هذا هو العزاء عندما تمنح الفلسفة هذا الإنسان العلم والمعرفة والحكمة عندما تعلمه أن يكون إنسانا عاقلا يعيش بأصالة إنسان يفكر تعلمه أن يعيش حياة تسمو فوق كل ما هو زائل وفوق كل ما هو سطح ومبتذل وتافه الفلسفة تعلم الإنسان أن يعيش أن يسمو بما لا يقاس فوق حياة السواد الأعظم من البشر الذين لا هم لهم سوى الأكل والشرب والتكاثر هذا هو عزاء الفلسفة شكرا للماذا للمشاهدوك شكرا للمشاهدوك